بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم له الحمد وله الشكر والفضل الكثير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة عين التعليمية معكم الأستاذ مهند بن سعد العبيد متخصص في تعليم دوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بالمرحلة الابتدائية حديثنا اليوم في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه للفصل الدراسي الثالث وموضوعنا عن مفهوم دعم السلوك الإيجابي بالمدارس التي بها طلاب دوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه إرشادات التعلم عن بعد لانتباه أفضل اجرس في مكان خالي من المثيرات الصوتية والسمعية كذلك قم بتدوين المعلومات الواردة بالحصة الدراسية ورقيا أو إلكترونيا ولمعلمي التعليم العام والأسر بإمكانكم الاستفادة مما يطرح في مجال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وذلك للتمكن من اختيار الأسليب المناسبة للتعامل بها مع الطباط بسم الله الرحمن الرحيم اليوم إن شاء الله حديثنا عن دعم السلوك الإيجابي ومفهومة كيف ظهر هذا النموذج ولأي سبب بشكل عام العلماء أو الباحثون في مجال التربية الخاصة بشكل خاص قاموا بتأسيس هذا النموذج بسبب أن المعلمين في السابق يستخدمون الأساليب الخافضة للسلوك بشكل خاطئ وفبالتالي ظهر وانبثق هذا النموذج ألا وهو ما يعتمد على تعزيز السلوكيات الإيجابية وبخطة استباقية إن شاء الله في درسنا لهذا اليوم رح نعرف فكرة مبسطة عن مفهوم دعم السلوك الإيجابي وهل هو مناسب بالنسبة لمدارسنا في المملكة العربية السعودية أو لا إن شاء الله رح نأخذ هذا المفهوم في درسنا لهذا اليوم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر مشروع دعم السلوك الإيجابي بسبب الاستخدام الغير منهانسب والزائد للوسائل الخافضة للسلوك كالإقصاء والعقاب والتصعيح الزائد وخصوصاً لدى أو على الطلاب ذوي اضطرابات السلوكية والانفعالية المبدأ الأساسي لدعم السلوك الإيجابي هو بناء محيط داعم للطلاب يكون فيه متضمنات من ضمنها توقعات واضحة ودعم وتعزيز للسلوكيات المناسبة واستخدام طرق تدريس فعالة يعمل نموذج دعم السلوك الإيجابي على ترتيب المتغيرات البيئية ألا وهي السوابق والتوابع وكذلك التدريس المهارات الاجتماعية مثل ما هو واضح أمامنا في النقطة أو الثلاث نقاط هذه بالنسبة لدعم السلوك الإيجابي لا بد أن يقوم على توقعات يعني المعلمين لما المدرسة الآن بتبني هذا النموذج لا بد أن يكون فيه توقعات من المعلمين لمجموعة من السلوكيات الإيجابية إن شاء الله سنشرح لكم فيه شرائح قادمة كذلك يكون فيها نموذج من خلال تقديم دروس للمهارات الاجتماعية وكذلك تعمل على السوابق والتوابع بالنسبة للبيئة تعمل على تعديل المثيرات والمحفزات للسلوك يؤكد دعم السلوك الإيجابي على الوقاية من المشكلات باستخدام نموذج ثلاثي والفكرة التي يتبنىها تقول أن 80% من الطلاب غالباً ما يستجبون للتدخلات على المستوى الأول ألا وهي تدريس وتعزيز القواعد المدرسة وغالباً ما الطلاب يعني يمتثلون بسلوكيات والتوقعات اللي يضعونها المعلمين كذلك هناك بعض الطلاب يكونون معرضين لا يستجبون للتدخلات الأولية فبالتالي يرحلون إلى المستوى الثاني من التدخلات وهم شكلون من 5 إلى 15% غالباً ما يتم استخدام استراتيجيات أكثر مباشرة ومخصصة لتعليم السلوك المناسب بالنسبة للطلاب ما بين 5 إلى 15% بعدها يأتي مجموعة من الطلاب لا يستجيبون لا للتدخلات على المستوى الأول ولا الثاني ويمثلون ما يقارب 5% غالباً ما هم هؤلاء الطلاب يعانون من حالات متعلقة بمسألة الانضباط المدرسي وغالباً ما يخرج منهم طلاب لديهم اضطرابات سلوكية وإنفعالية ومن ضمنهم يخرجون الطلاب اللي لديهم اضطراب فرط حركة وتشتت انتباه نبدأ الآن في المستوى الأول وهو ما يسمى بالوقاية الأولية المستوى الأول هو اللي ذكرنا فيه أنه 80% من الطلاب يطبقون التوقعات يطبق يعني المستوى الأول على جميع الطلاب في المدرسة حيث يقوم المعلمين باختيار من ثلاث إلى خمس توقعات ويتم تعريفها وتحديد أشكال السلوك من خلال تقديمها على شكل دروس خلونا نشوف الآن الجدول هذه ما نسميها بالتوقعات المعلمين مثلاً في الآن خلونا نقول مدرسة باسم سين مثلاً قالت رح نطبق نموذج دعم السلوك الإيجابي وضعوا المعلمين ثلاث توقعات اللي باللون الأخضر الأمن والسلامة الاحترام والمسؤولية واللي باللون الأزرق هذه هي السلوكيات اللي وضعوها المعلمين بحيث أن الطلاب يطبقونها وهي ما نسميها بالتوقعات اللي لا بد على الطلاب أنهم يمتثلون بها واللي باللون الأزرق هي اللي قلنا فيها أن الطلاب 80% غالباً رح يستجيبون لها ثم يأتي بعدها 15% من الطلاب غالباً رح يحتاجون إلى تدريس وخطة مكثفة ثم رح يأتي طلاب مهم 5% لا يحتاجون إلى نمذجة وإلى خطة تربية فردية عشان يتعلمون هذه السلوكات خلونا نشوف الآن الجدول على سبيل المثال خلونا نقول من ناحية الأمن والسلامة لو نلاحظ المعلمين وشو اتفقوا عليه في الفصل أن الطلاب يبقون في مقعدهم يحددون سلوكيات معينة بسيطة ما يختارون سلوكيات مكثفة في كل منطقة في الممرات انتظر دورك ولا تددافع لو نلاحظ ننتقل إلى المسؤولية في الممرات شوفوا ما قالوا سرب الجهة اليمنى من الممر عشان ما يكون في ازدحام يعتبر سلوك إيجابي لو نروح للاحترام مثلا في دورة المياه لو نلاحظ مسألة الاحترام في دورة المياه اطرق الباب امنح الآخرين خصوصية لا تتحدث بدورة المياه لو ننتقل مثلا إلى الباص لو نلاحظ الباص على القائمة كاملة مثلا في الأمن والسلامة ابقى في مقعدك وجهك للأمام يعني مقصود أنه ما يلقون الطالب مثلا يطلع رأسه من دريشة الباص في الاحترام بالنسبة للباص لا تتأخر على موعد الباص في المسؤولية ابق أدواتك في الحقيبة على سبيل المثال عشان ما تكون الأدوات تضيع في الباص اللي هو متخصص في إيصال الطلاب سواء من المدرسة للمنزل أو بالعكس هذه ما نسميها التوقعات اللي دائما ما يتفق عليها مجموعة من المعلمين مع المرشد الطلابي وكذلك أخصائي التربية الخاصة بالمدرسة بالاتفاق والإجماع مع إدارة المدرسة بالنسبة للمستوى الأول مثل ما شرحنا لكم لما وضحنا لكم توفي الجدول غالبا من أجل أننا نطبق لا بد أن نضع بعض الأشياء من ضمنها وضع جداول وقوانين مصورة أو معرفة بوضوح كذلك تدريس السلوك يعني المعلمين لما يخترون هذه التوقعات لا بد أنهم ينمذجون السلوك أمام الطلاب كذلك تحديد العوامل التي تسبق ظهور السلوك الغير مقبول لو تلاحظون لما قلنا توفي الممرات أن الطالب يسير من الجهة اليمنى وشي السبب؟ مثلا تخفيف الازدحام وضع إشارات تحث الطلاب على تطبيق السلوك كذلك التعزيز الفوري والثابت كذلك مساعدة المعلم يعني المعلم لا بد أن يقوم بتدريب الطلاب وكذلك يعمل تصحيح استباقي مثل ما هو واضح أمامنا في النقطة الثالثة مثل تخفيف الازدحام يعني لا بد أن المعلم يعمل خطة تدخل استباقية هذه جميع تطبق خلال المستوى الأول كذلك في المستوى الأول من الممكن أن نضمن أن أكثر الطلاب يظهرون سلوكيات مناسبة مع وجود قلة غالبا من الطلاب سينتقلون إلى المستوى الثاني الآن ننتقل إلى المستوى الثاني أو الوقاية الثانوية وهي للطلاب الذين غالبا لم يجتازوا المستوى الأول من مفهوم دعم السلوك الإيجابي وهذه الفئة غالبا ما يكونون من 15% من إجمال عدد الطلاب في المدرسة إلى 10% أو 5% لو نلاحظ أمامنا هي للطلاب طبعا يتم فيها إضافة بعض التدخلات من ضمنها تدريس المهارات الاجتماعية يعني نخلي الطلاب يعرفون كيف يتعاملون مع الأشياء التي لم يجعلهم يطبقون أو يمتثلون للتوقعات التي وضعوها المعلمين على سبيل المثال الطلاب اللي عندهم عنادي الطلاب اللي عندهم غضب الطلاب اللي عندهم اندفاعية كذلك الطلاب اللي عندهم حركة زائدة لما ما يقدرون يمتثلون للسلوك نأخذ هؤلاء الطلاب نعمل لهم مهارات تدريس مهارات اجتماعية لأي ما كانت من ضمن هذه التصرفات وبالتالي نشوف الطلاب اللي يقدرون يجتازون هذه المرحلة وبالتالي ينتقلون مع الثمانين في المئة كذلك في طلاب من ضمن المرحلة أو المستوى الثاني غالبا ما يجتازون أو ما يقدرون يطبقون السلوكيات بطريقة تدريس المهارات الاجتماعية فبالتالي ينتقلون إلى المستوى الثالث المستوى الثالث يتم فيها تقديم تدخلات فردية للطلاب الذين لم يستجيبوا للتدخلات في المستوى الأول والمستوى الثاني وغالبا ما يتم القيام بالتحليل الوظيفي للسلوك لتحديد المثيرات التي تعزز السلوكيات الغير مناسبة والعمل على تعديل هذا المثير بشكل عام في هذا المستوى يظهر الطلاب غالبا عندهم اضطرابات مزمنة من ضمنها اضطراب فرط الحركة وتشتت انتباه يعني الطلاب لما نطبق مثلا مفهوم دعم السلوكي الإيجابي في مدرسة عامة ما فيها برنامج فرط حركة وتشتتنباه غالبا ما يظهر الطلاب يعانون من اضطرابات سلوكية وهم فعليها بشكل عام والذي من ضمنهم طلاب فرط حركة وتشتتنباه غالبا ما يكتشفون في هذه المرحلات وهم غالبا ما يكونون كنسبة مئوية من المدرسة ما يقارب اقل من خمسة في المئة من لجمالي عدد الطلاب داخل المدرسة بشكل عام يعتمد نموذج دعم السلوكي الإيجابي على استراتيجية تدخل الاستباقي للوقاية من المشكلات السلوكية في المدرسة ويعني يبدلها بشكل عام بالأساليب الخافضة للسلوك كذلك من المهم تأسيس فريق عند تطبيق النموذج لابد ان يكون في فريق مفرغ يعمل على تحديد المشكلات التي تعتبر مزعجة بالنسبة للمدرسة ويعملون كذلك على خفضها وتكون غالبا ما يتم تحديد خطوات وكذلك تحديد توقعات سلوكية غالبا ما تكون مناسبة لقدرات طلاب المدرسة الخلاصة كمدير مدرسة هل تشعر أن برنامج دعم السلوك الإيجابي مناسب لمدرستك هذه هي خلاصتنا لهذا اليوم في درسنا شرحنا اليوم مفهوم دعم السلوك الإيجابي عطينا نموذج بسيط عن هذا المشروع هل هم مناسبة للمدارس المتواجدة في المملكة العربية السعودية أو لا الأمر راجع لإدارة المدرسة في عملية التطبيق إلى هنا وصلنا إلى ختام جلستنا لهذا اليوم كان معكم مهند بن سعد العبيد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر